موسيقى موسيقى انت لسه جاي دلوقتي كنت بتعمليه في مصر يا أولا كنت بزور واحد مبيدت عنده إنما إنت يلم صحيك بادري أو كدف ما نلعب زينا روح الشغل بادري وإنت عارفني مقدرش أرفض لها طلب عارف يا ده يا صابر موت غالب ده جي في مصلحتي بقيت أنا ومنال لازقين لبعض هي نعم هي مش طيقاني خالص بس مكرة الجن هيحن بقولك يا حسن ما تسيبك من منال دي خالص سكتها مش حلوة ليه بتقول كده يا صابر؟ اسمع مني اسمع مني هنحسن هي بتفكر في حد تاني حد تاني؟ حد تاني زي مين؟ مفيش حد تاني؟ يا عم اسمع اللي بقولك عليه ابعد عنها خالص لا اسمع انت بقى اللي بقولك عليه وخليك في حالك انا عارف منار كويس يا ابني يا ابني اسمع مني ابعد عنها خالص بقى صحيح الجدع اللي اسمه عمار ده داير في البلد وعمال يلسن علينا وعلى ابوه عمار تاني؟ عايزك تروح تفاهيم وبالراحة كده انه يبعد عننا لحسن قصة من بالله العظيم لو شفته في مكان حضرابه انا ما بتقوهوش من زمان الجدع ده وخايف لابوك يتخنق معاه وابوك مش ناقص مش ده هو مش هتطفقه وانزل الارحة الشور يا رب اه 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 اللي بتخبط البهيم اللي ما بيفهمش الكلام اللي بيتقاله ويجيب في سيرة ناس اطهر منه بكتير يا ابني سلام جاي ترمي بالك على شيخ اه اه ورب الكعب يا عمار لو قربت لابويا تاني وجبت سيرته بسوق نفضح قدام اهل البلد اللي بخاف الفضيحة اللي على رأسه مطحة مداح ده انت كلك شركي يا بتعضلح الزور عمار لو ما رجعتش على ليه انت بتعمله هعرف الناس شعواستك ودجلك وهزبتلوهم لو انا دجال ومش اعوز فابوك الشيخ سلامك انا انا قلت اللي عندي